السلام عليكم الدريري أخيرا عودة المباريات للتشيلسي في كل سياحة الإنجليزية المسابق الأعرق والأقدم في تاريخ إنكلترا والعالم هذا الفيديو سيكون في شكل صراحة فيه معلومات فيه تحليل فيه شنو يقع وأيضا مأغرب مباريات وشنو الفرق بين الفريق وفريق طوطنهام اللي فازوا إليه في أخر المباراة قبل توقف الدوري المهم نبدو التفاصيل تخلب الخطة الحراسة ديفونس كريستنسن روديجر دائر ايصر السار ودائر ايمن اسبل الكويتا وصل الميدان جورجينيو وكوسط ميدان هجومي ميسلمونت قرب زياش وزياش كجناح ايمن كجناح ايصر لوكاكو كقلب هجوم كما العادة توخيل كدر واحد القضية الصراحة حتى نمسل الكاش بحيش أنه جاب لوكاكو بتمالي غالي مئة مليون يورو وذلك تشكي يلعبوه بزاف وكيحاول يعطيه تقيقة لكن مع ذلك بقعي موصوش ذلك النيبو وكتحسبيه نضيع ديال بالصح الكورة اللي عطاعة زياش فضل ما تشرب بزاف لهو والا اوضويا ومن سلمونت عطاه فرص جميلة زياش بالخصوص كان كيفامه وكتعرضية لكن اللعب مكتمركش مزيان باغي يدرشي حاجة لكن ما عندوش ذلك الفعالية كانت عطو فلان ترملانو يعني نيبو ديالو ناقص صراحة وكنتمنى يلعب بهافرد او لفيرنر في قادية مباراية مكاله وكاكو حيث اشغر كضيع فهم وكضيع الفرص الكتيرة بحيث زياش واحد الكورة طالية جميلة لكن اوزقلها مدى بلاساش مزيان وكانت قيل الحاجة اللي عجبتني في زياش هو انه كلاعطات تماريش عالمية ديسونتراج كانت تماريش مفتاحية الاسبال الكويت على موصول دير ايمن لعاب كورة جميلة مع بانسلمونت وهذا القادية عجبتني صراحة مع بانسلمونت وهذا زياش كتحسب واحد تفاهم واحد ترابط على موصول اللعب وكتفاهموا وهذا القادية زوينا لكن المباراة عامة كان فيها شوية نحس الفريق تيلسي على موصول فعالية ضربوا بارات زيقلوفورس والحارس زي البلايموت كان خطير والديفون زي لهم كان مستمت وكان مقاتل رغم كانت عندهم بعد لها فوض اعجبت لكم مناط الفريق حسيم توطنهام توطنهام لعبت لعب محلول وبتالي خسردة تيلسي هاد الفريق ادى كلها هجم فقط بجوش لاعبين زلاطاك هما غالبا بغي يطحوا في اللي كان صعيب صراحة وعدهم ما شي قوي فنسفنا ايدي الكاسة الاندية